عايز اذكر بس السادة المشاهدين عشان كان فيه ناس كتيرة كان بتسأل طيب انا هعرف لجنة الانتخابية منين طيب انا راجل جاي من الصعيد او راجل جاي من الدلتة او راجل جاي من القناة او راجل جاي من سينة او راجل جاي من حلايب وشلاتين راجل جاي من النوبة راجل جاي من مرسة مطروح من الوادي الجديد وعندي شغل في القاهرة عندي شغل في سينة عندي شغل في اي حتة هل من حقي ان قدلي بصوتي هل من حقي ان يقول اه او لا على التعديلات الدستورية او من حقك تقول في اي لجنة خاصة بالوافدين هيبقى فيه لجان خاص بالوافدين انت عملت الحمد لله هتقدر تروح تدلي بصوتك فيها يعني مش لازم ترجع للبحافظة بتاعتك او للجنة الانتخابية بتاعتك لو انت من الوافدين مش لازم ترجع للجنة الانتخابية بتاعتك تروح لجنة خاصة بالوافدين تديهم البطاقة بتاعتك وتدلي بصوتك طيب علشان يبقى الموضوع اسهل علشان ما تقعدش تدور على اسمك في الكشف ورقم الكشف ورقم مش عارف ايه وفين اللجنة واللجنة رقم كام والكلام ده كله ابعت الرقم القومي بتاعك في رسالة على 51 51 من اي موبايل يعني فيه ناس كتير اكي بتكلم ان الموقع الخاص باللجنة العليا اللي انتخابات موجودة انا نفسي تعبت ما تحكش عليكم انا دخلت على الموقع اتهت يعني موقع كبير وفيه حاجات كتيرة مش يعني طب احط الرقم القومي فين طب بقعته المين طب الرسالة كانت اسهل حاجة بصرحة انا بكلمكم عن تجربة شخصية يعني انا مرت بيها 51 51 تبعت الرقم القومي بتاعك تبتدي من الشمال يعني بتدي اتنين او ايه الرقم اللي موجودة واحد او تلاتة على فكرة واحد واثنين وثلاتة وبتاع ده ارقام المطابع اللي موجودة فيه مصر على مستوى الجمهورية اعتقد مش عارف يا فيه سبعة يا خمستاشر مش فاكر الرقم صراحة فالارقام اللي في البداية ده ده رقم المطابعة اللي تم اصدار البطاقة منها ايه خد بتكتب بداية من الرقم ده بعدين بييجي تاريخ ميلادك وبعدين بتكتب الرقم يعني هو بتزي كده من الشمال لليمين الرقم القومي بتاعك بيتبعت لك رسالة في نفس اللحظة انت لجنتك رقمها فين المدرسة بتاعتك ايه اللجنة رقم كام رقمك في الكشف رقم كام وكل حاجة موجودة متأسولة تاني اقول لستادة المشاهدين لو عايز تشارك ابعت على 51 51 من اي موبايل دلوقتي 51 51 رسالة تبعتها على الرقم ده تكتب فيها رقم القومي بس تكتبش عايز حاجة تاني خالص 51 51 ابعت رقم القومي طيب